السلام داود جليل ومن عبدالحميد الدبي من الثقات الأثبات من جالب الكتب الستة وحول الإسناد وقال وحدثنا هناد بن السري هناد بن السري شيخ الأصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ومحمد بن خازم الدريب هو من أثبة الناس في الأعمش وكان يرى إرجاء ويضطرب في حديث غيره وهذا لفظه الناد عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران كما قال الزهبي قال إذا قال حدثنا أخبارنا فعد عليه بالنوارس وهو من أساطين المحدثين عن المنهال عن المنهال ومنهال هو من رجال الصحيح ثقة والثقة والعلماء عن زاذان وهو أيضا من خير التبعين عن البراء بن عازب رضي الله عنه بعضهم رد هذا الحديث وأعله بإعلال ثلاثة بالمنهال وعدم السماع وعدم السماع زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رغوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هند قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفق قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصري قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون من ربك فيقولان من ربك فيقول ها 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 لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ذاد في حديث جرير قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح قال الإمام رحمه الله حدثنا هندو بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه هذا حديثنا العظيم أيضا يتكلم على المسألة التي تكلمنا عنها أمس وهي مسألة من أمور الغيبة التي لابد ويجب على المؤمن أن يؤمن بها وهي أصل فيه الإمام بالبعث والنشور أصل أيضا في الإيمان باليوم الآخر في الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر وأيضا فتنة القبر قلنا في القبر فيه أموه الأمر الأول فتنة القبر وهو السؤال يأتيانه ملكان وفي رواية الملك يأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه فيقولان من ربك وما دينك وهذا تقول في الفرج الذي بعث فيكم فإن كان مؤمنا صادقا يعني أطلق لسانه بالإجابة وسدده الله دل فعلا وثبته وهذا من قول الله دل فعلا يثبت الله الذين أعملوا بالقول سابت في الحالة الدنيا وفي الآخرة وإن كان غير ذلك من المنافقين فهو يقول ها ها لا أدري فيضرب بمطرقة بين عينيه وأذنه فيسرخ صارقة يسمعها كل الخلق سوى أثق لي والأدلة على أيضا عذاب القبر ونعيم القبر أدلة كثيرة قد أتينا بها من الكتاب ومن السنة فمن الكتاب قلنا بقول الله على المذيق أنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وأيضا في قول الله جل في علا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار وقال والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب حديث أيضا ضمننا مسألة أخرى مسألة فتح الباب يعني يكون له بابا إلى الجنة وبابا إلى النيران في الحديث بأنه قال أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وجلسوا في جنازة رجل وللسوا حوله كأن على رسيم الطير طبعا كأن على رسيم الطير فيها أمور ثلاثة يعني لماذا كأن على رسيم الطير يعني هم لا تسمع منهم إلا همسا وأنهم يجلسون على وقار وسكينة الحق بأن هذا له أمور الأمر الأول مجلس النبي السلام لابد أن يكون كذلك كما قال الله جل على تعزروها وتوقروها تسبحوه بكرة وأصيلة وقال عروة لأهل مكة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم وردي الله عنهم أجمعين والأمر الثاني الذي حدى بهم أن يكونوا كذلك هو الموقف لأن الجنازة جاءت وعضعت فهيبت الموقف وهول الموقف جعلهم كذلك وأيضا العبرة والعظة والنظر في المآل لأنهم سيقعون في مثل ما يقع فيه وسيكونون مكان ما يتنون فينظرون إلى حالهم وإلى مآلهم لذلك كان الأمر على أنهم كان على رؤسهم الطيف وكان مثلا ما عود ينكتوا ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا وهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هنا بالحديث الصحيح بأن القبر له عذاب وله نعين وهذا ردا على المعتزلة الذين يردون مثل هذه الأحاديث بعقولهم الخاربة يقولون نفتح ولا نرى أثرا للتعذيب هذه حياة أخرى هذا غيب لابد أن تؤمن به هذه حياة أخرى هي حياة البرزخية لا أحد يعلم عنها شيء هذا من باب الغيب الذي أمرنا الله على أن نؤمن به بل وكان من علامات الإيمان أن يؤمن به قال الله جل في أولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سيحدث في القبر فلنقول سمعنا وقطعنا وآمنا بأن كل هذا يكون في القبر لا سيأمنوا السلام قد سمع سمع عذاب القبر وبين أيضا الوسيلة للاحتراز من عذاب القبر لأنه قال النسلم تنزه من البول فإن عامت عذاب القبر منه وأيضا من النساوس النسلم لما مر على قبرين سمع العذاب ومن صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بذلك قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة لذلك قال النسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة والاستعازة لا تكون إلا من الله جل في علاه وهذه الاستعازة الاستعانة بالله جل في علاه لدفع الدر لدفع الدر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقول الله يا هذا من ربك وما دينك هنا هذا الحديث مفاد أولا أنهم يسمعون خفق نعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع خفق نعالهم وهذا إثبات لسماعهم والصحيح في هذا الباب أن الخلاف ورد فيها بين أهل السنة والجماعة هل الأموات يسمعون أم لا فمن من قال بسمع الأموات ومن من قال بعدم سماع الأموات ومن من قال بأنه لا يسمعون إلا ما جاء الدليل على أنهم يسمعون فيه لا يسمعون إلا ما جاء الدليل على أنهم يسمعون فيه وهو أنهم يسمعون قرع النعال عبد العامر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال قال إذا أنا مدت فاتفنوني وأهيلوا عليها التراب ثم قفوا عند قبري قدر زبح جزور وتفريقي ثم قال أستأنس بكم أرد على سئلة رسل ربي الغرض المقصود بأنه قال النبي السلام وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين فهذه المسألة الأولى سماع الأموات وقد قال الله رعلا نافيا سماع الأموات عندما قال وإنك قال الله رعلا ما أنت بمسمع من من في القبور دلال أنهم لا يسمعون وأما قول النبي السلام قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم فيها دلالة أنه يسمع دق النعال وأيضا فيها مسألة أخرى أنه يقال يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك هذا إذا قلنا به هنا فسيكون المغزم ذلك أو السمرة بأن السؤال يأتي بعد التوريه من السؤال يأتي بعد ما يتولى من شيعه وإن كان هناك حديث البراء وهذه الحديث البراء بأنهم ما أهالوا عليه الطراب إلا ويأتي الملكان فأسألاني من ربك وما دينك ما تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك وهي أحمالة وإن كان الراجعة الصحيح بعد ما يهيلون عليه الطراب يأتي ملكان فيسألانه فيجيب عنهم الأسئلة وهذه الأسئلة يقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل يبعث فيكم فإن كان مؤمنا يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه رواية قالوا له وما يدريك يعني كيف عرفت ذلك وهذا من باب أيضا الاختبار لأنها كما قلنا بأنها فتنة وفي القبر فتنة عظيمة ردا والشهيد لا يفتثن هذه الفتنة لأنه السلام قال كفى ببوارق السيوفي فتنة اختبارا للصدق يعني فقالوا له وكيف علمت ذلك وما يدريك بهذا فأقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وهذا في قول الله لا يثبت الله الذين أعملوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي قول المسألة التي تليها وفي قول فأنادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة أو افتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة وهذه مكافأة الذي سبته الله جل في علاء فعاش لله ومات لله جل في علاء وعاش على شيء في نصرة الله جل في علاء فأمات الله على نصرة دين الله جل في علاء فيبشر بالجنة يقول أن صدق عبدي يعني كان صديقا في مقال من الشهادتين قال أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة يكون في هذا المكان ما كان القبل كأن الجنة تفتح عليه فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وكل ذلك حق كل ذلك حق وهذا يأتي بعد الإجابة السديدة التي يعني يجيب بها المؤمن ويفتح له بابا من الجنة فيأتيه من من روحها وطيبها وأما الكافر فيقول ها ها لا أدري فيضرب ضربة يسمعها يسمع الجميع سوى السقالين لأن الرواية الأولى قال وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينهزه وهذا استدل به أن الذي يأتيه ملك فقط والحق أن المفرد كما قلنا لا يخالف الجمع بحال من الأحوال يأتيه ملك من الملائكة ومعه ملائكة أخرى ويأتيه ملك من الملكين فيسأله هذا السؤال فيأتيه ملك فأنتهزه فيقول ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا تليت فيقال له ما فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فأقول كنت أقول ما يقول الناس فأضربه بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صحيحة يسمع الخلق غير غير الثقالين فإذن هو يأتيه الملك أو يأتيه الملائكة والحق أنك لابد أن تقول أنه يأتيه ملائكة لأن الأصل هنا أصل الفزع ولأنه تعدى حدود الله الذي في علاوه ترياوز فلابد من تعذيبه فأسألاني من ربك ومدينك وما تقول فيه هذا الرجل الذي يبعث فيكم يقول ها ها فيضرب بالمطرقة قال أنه سلم وتعاد روحه في جسده في رواية وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكاني فيجلساني وتعاد روحه في جسده هذا الذي رفضه ابن حزم ولذلك ابن حزم ومن حبان ضعف هذا الحديث وسيطر كلم عليه إن شاء الله وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك أو من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقول لهم ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقول لهم ما هذا الرجل الذي بعت فيكم فيقول ها ها لا أدري فيناد من السماء منادن فيناد من السماء منادن أن كذب عبدي فأفرشه له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار نعوذ بالله من الخزلان يعني هو يبشر بما يسوءه يبشر بما يسوء فراشه نار لباسه من نار وتفتح له أبواب النيران وهذا تعذيب وليس بعده تعذيب وهذا في البرزخ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من حرها وسامومها ويضيق عليه في قبر حتى تختلف أضلعه تضيق القبر على المؤمن على الكافر لكن هو أشد على المؤمن قال ثم يقبض له أعمى أبكم يعني ملك يأتيه أعمى أبكم معه المرزاء المرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصارى طرابا وهو هنا أعمى حتى لا يراه وأبكم حتى لا يسمع صوته فيرحمه فالله جلال في علاه قد قطع عنه الرحمة من كفر بالله فليس يستحق رحمة قال الله جلال في علاه رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون الأخر الآيات معاً معاً رحمة الله للفعلاء وسعت كل شيء لكنه هذا لا يستحق رحمة الله للفعلاء لذلك فإن الله يوكل له ملكاً لا يرحمه ولا أسمع أنينه ولا صراخه فأرحمه ولا يراه أيضاً حتى لا حتى لا يرحمه وهذا آخر الحديث التي جاءت في الكلام على عذاب القبر ردنا على المعتزلة وغير المعتزلة نعوذ بالله من أن نرد حديثاً سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تعاد فيه الأرواح هنا كما قلنا بأن أبو حبان وأيضاً ابن حزم رد الأحاديث من أجل إعادة الروح في البدن ولأنه يرى بأن النعيم الأخراوي أو العالم الأخراوي يكون على الروح لا على البدن أبو حاتم قال خبر الأعمش عن المنهال ابن عمر عن زازان قال المراء سمع الأعمش من حسن بن عمارة عن المنهال قالوا مدلس وبينهما الحسن بن عمارة إذن العيلة الأولى العيلة الأولى كما قال الأعمش يروا عن المنهال وبينهما الحسن بن عمارة وزازان لم يسمع من البراء ابن مالك ولذلك قال ابن حسن قال لم يروي أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال ابن عمر وليس بالقوي وهذا خطع نبين لنو في البخاري وقد قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحيكم قال فهي موتتاني وحياتاني لو قلنا بأنه ترد الأرواح في البرزخ إذن صارت ثلاث موتات وثلاث حيات كيف يرد عليهم في هذا إذن ابن حسن أيضا أعلّه أعلّه بهذه العيلة الحديثية وأعلّه أيضا في المت قال في قولي تعاد الأرواح مخالف مخالفة صريحة لقول الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قالوا ما هي إلا موتتاني أو أو حياتاني نعم وقال ربنا أمتنا أثنتين وأحياتنا أثنتين فكيف يرد عليهم في هذا وسعيد قال بتوديه عليكم سلام وكهاتف وفهات قال ليست موتة بل هي نومة كما قال نم كنوم يقول فيقول له دعوني أبشر أهلي فقال له نم كنوم العروس نم كنوم كنوم العروس نعم هي نومة وليست موتة هذا من الرد عليه والآن الثاني أيضا المقصود بالحياة هي الحياة المستمرة المستقرة وهذه عوارد بلوغ الروح إلى الجسد ليسأل يقعد فيسأل فيجيب ثم ذلك قد تقترن الروح بالجسد عند العذاب وعند النعيم تارة وهي تارة قليلة لأننا قلنا الأغلب على الروح قد نقول بأن هذه أيضا لا تسمى حياة كاملة مستقرة كما في الحياتين والموتتين وهذا رد صريح في هذا الباب على ما قالوا هذا بالنسبة للعلة النظرية من العلة الأثرية فالحق بأنه يقال لابن حاسم أو يقال لحاتم أيضا بأن المنهال ليس ضعيف لأنهم قالوا أيضا المنهال ضعيف المنهال ليس ضعيف المنهال ابن عمر رأو له البخاري في صحيح قال ابن معين ثقة وقال النسائي عمر ابن المنهال ابن عمر ثقة قال الدقبني صدوق وذكره في ابن حبان وذكره في استقاط وذكره ابن حبان في استقاط صدوقه وذكره ابن حبان في استقاط يبقى إذن العلة الأولى انتفت وابن حاسم تعلق في تضعيف المنهال لأن شعبة تركه وأنت لو نظرت في شعبة تعلم فيه التشدد شعبة شعبة ترك ترك من وارده يركب البرزون لماذا لأن البرزون يحتز به أيضا جات قال يا نومة ليست بي فشعبة تركه من أجل أنه يركب البرزون وشعبة أيضا ترك المنهال لما سئل عن ذلك قال ذهبت إلى بيتي فسمعت صوت قراءة بالتطريب وهذا ليس سبيلا إلى أن يترك السقاط هذا ليس سبيلا إلى أن يترك السقاط لذلك قلنا بأنها ليست قطحا في الراوي ليست قطحا في الراوي مثل ما قال شعبة بالإلة الأولى أنتفت الثانية وهي بين الأعمش أن الأعمش بين الأعمش وبين المنهال الحسن بن أمارة والحق أنه قد روى عن المنهال جماعة قال ابن عدي فرواه عبد الرزاق أم معمر عن يونس بن الحباب عن المنهال ورواه حماد بن سلم عن يونس عن المنهال فبطرت العلة من جهة الحسن بن أمارة وقال العلة الثالثة أن ززان لم يسمع ذلك من البراء ابن عزم قالوا أن ززان لم يسمع من البراء ابن عزم والحق يходит أن الرد عليه من وجهين الوجه الأول أن أبعوان الإسفرايني رواه في صحيحي المساقح عن الصحيح قال رواه في صحيحي وصرح فيه بالسمع قال ززان سمعت قال سمعت البراء ابن عزم وعدي بن ثابت أيضا تابع زازال وقال الإمام بن منده رواه أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر ورواه بن منده أيضا من طريق محمد بن سلم عن خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء فحديث المنهال مشهور وهو حديث صيح ولا يمكن أن يقال بأنه يعارض قول الله رفع الله فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم قلنا رد على ذلك كما قلنا بأنها حياتان وأما ما ذكر في البرزخ فهي ليست حياة مستقرة بل هي نومة كما قال الملك الميت الذي بشر بالجنة يقال عندما يقول ردوني لأهلي أبشرهم فيقال نم نم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه الفوائد المستبطة فضل متابعة الجنازة فيها ما فيها من العذى والعبرة وفيها ما فيها من قراريت الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليها فله قرات ومن تبعها حتى دفنت له قرات قال ابن عمر كم ضيعنا من قراريت الثلاث في الوعظ أو في الكلام قال استعيذ بلا من العذى بالقبل ثلاثا قال ذلك ثلاثا يعني نعم يا سيد صحيح ابن حزم جريف التضيف هذا صحيح ولولا جرأته ما تكلم عن البخاري وقال بأنه بأنه مدلس وما رد حديث يأتي زمان عماتي يستحلون الحر والحر والحرير والخمر والمعاسف الموت لا يسمعون إلا قرأ النعال عندما يولون ذكر الأدلة عند التعليم قال يثبت الله الذين عملوا القول يثبت في الحالة الدنيا في الأخيرة إثباتوا ضمت القبر قالوا يضيقوا عليه في قبري حتى تختلف فيه أضلاعه اللهم محفظنا عظيم ربوبية اللاردة في علام بأن الروح تردي لأجهزة ديها الأصل العلم ثم العمل الأصل العلم ثم العمل من أين هذا من أين هذه الفائدة الأصل العلم ثم العمل من أين هذه الفائدة تعوزوا لا 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 يجب صحيح ممتاز يا محمود أين كنت يا محمود من زمن بعيد تتخلف وتتقعس كثيرا الأيام الماضية فقط كنت مستمرا نعم في قولي وما يدريك قال قرأت كتاب الله قالوا لا وما يدريك قال قرأت كتاب الله جل في علام وهذه الفائدة السابعة العلم قبل العمل قال الله جل في علام فأعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لدمك ترجمة نانسي قنقر